اشتركوا في القناة انخفاض مستوى التضخم الى 6% في مستوى قياسية وزير المالية يقدم ويزانية العام المقبل بعجز 21 مليار يورو بينا تمنح 200 يورو مساعدة سكنية لأصحاب الدخل المحدود وأنم ستمنح الشباب تذاكرة نقل سنوية مجانية بقيمة 1000 يورو مرحبا بكم في نشط الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم رفعت النمسا مستوى التأهب الأمني لمواجهة تهديدات الهجمات الإرهابية إلى وضع خطر ملموس في إجراء ثاني في أعلى مستوى استنفار وأعلن وزير الداخلية النمساوي جيرهات كارنا أن التوترات في الشرق الأوسط والهجوم الإرهابي في بروكسل تعززاني هذا التأهب وأشار إلى تعزيز التعاون بين الشرطة والجيش في تنفيذ مهام الحماية مشيرا إلى نشر قوات من الجيش بشكل كبير لحماية الممتلكات وذلك استنادا إلى تقييمات الاستخبارات وبذلك رفعت النمسا مستوى التأهب من المستوى الثالث إلى المستوى الرابع تظهر العشرات في ساحة اشتيفان زبلاتس وسط فيهن مساء الثلاثاء تضامنا مع غزة بعد ورود أنباء عن مقتل 500 شخص نتيجة قصف إسرائيل لمستشفى وقدمت النائبة شتيفاني كريسبا من حزب نيوز استجوابا لوزير الداخلية كارنا بشأن التظاهرات المؤيدة لفلسطين في فيينا بسبب الشعارات المعادية للسامية ودعم الإرهاب وأيضا بسبب التحريض والترويج للأنشطة الإرهابية ومشاركة أفراد مرتبطين بحماس ومنظمات إرهابية أخرى حسب زعمها بدأت اليوم في فيينا محاكمة السياسي والمستشار السابق سيباستيان كورس بتهمة الكذب والشهادة الزور أمام لجنة تحقيق برلمانية في فضيحة فساد ويواجه كورس الذي أصبح أصغر رئيس حكومة منتخف في العالم عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن في حالة الإدانة ويتعلق الاتهام بتدخله في تعيين قريبه كرئيس لشركة عامة تدورها الدولة ونفى كورس التهمة وأصر على برائته في بداية الجلسة ويعتبر هذا أول اتهام قضائي ضده بعد انسحابه من الساحة السياسية بعد فضائح أخرى أدت لاستقالاته في أكتوبر 2021 تراجعت نسبة التضخم في النمسا خلال سبتمبر إلى 6% وذلك في أدنى مستوى منذ فبراير 2022 ويُعز هذا التراجع إلى انخفاض أسعار الطاقة المنزلية بينما زادت أسعار الفنادق والمطاعم وزادت أسعار الملابس والأحذية بشكل ملحوظ وتأتي هذه التطورات بعد الزيادة المفاجئة في معدل التضخم في سبتمبر 2022 بسبب زيادة في أسعار الطاقة حيث تقدر نسبة التضخم بنحو 5.7% بالمقارنة مع 7.5% في أغسطس بناء على مؤشر أسعار المستهلكين الموحد على المستوى الأوروبية قدم وزير المالية النمساوي ماجنوس برونا ميزانية عام 2024 للبرلمان مسجلة عجزا بنسبة 2.7% من الناتج المحلي الإجمالية وتستهدف نسبة الديون الوصول إلى 76.4% مع إجمال إنفاق في 2024 سيبلغ 123.5 مليار يورو بينما تبلغ الإرادات حوالي 102.6 مليار يورو مما ينتج عنه عجز بقيمة 20.9 مليار يورو ومن المتوقع أن يستمر العجز بنسبة 2.7% في الأعوام القادمة 2025 و2026 و27 فيما تظل نسبة الديون مستقرة تقريبا إلى الأعوام القادمة بدأت مدينة فيينة بتقديم مساعدات سكنية للتصدي لارتفاع تكاليف المعيشة للسكان المتعثرين وسيتم تغطية تكاليف الإيجاري والطاقة المتأخرة وستوفر أيضا دعما ماليا مستهدفا للمواطنين ذو الدخل المنخفض مثل المستفيدين من الضمان الاجتماعي والبطالة والسكن ويحصلون على دعم لمرة واحدة بقيمة 200 يورو تلقائيا بواسطة إدارة المدينة ودون تقديم أي طلب وتتوفر ميزانية بقيمة حوالي 48 مليون يورو لدعم السكن ويمكن تقديم الطلبات الخاصة حتى 29 فبراير لعام 2024 أعلنت وزارة البيئة في النمسا عن مبادرة طموحة تجعل النقل العام مجاني للشبان البالغين 18 عاما وأكثر بتكلفة 1.95 يورو وذلك لمدة عام كامل احتبارا من العام المقبل وتهدف هذه الخطوة إلى دعم وسائل النقل النظيفة وتشجيع الشبان على استخدام النقل العام وذلك بتكلفة تبلغ حوالي 120 مليون يورو سنويا وخصصت النمسا أيضا أموالا لتعزيز النقل الكهربائي وخدمات السكك الحديدية وتغطي تذكرة المناخ معظم وسائل النقل العامة وتقدم بأسعار منخفضة وسيحصل كل شاب على تذكرة النقل مجانية تسمح له بالتنقل في البلاد مجانا حتى بلغ عيد ميلاده الواحد وعشرين كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفو جرات على هواتفكم كنت معكم أنا بوثانا سلام موسيقى سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة